الجزائر تصفع صفقة القرن برفض قاطع وتؤكد أن حق الشعب الفلسطيني غير قابل للتصرف والتفاوض ليبقى الموقف الجزائري داعما للقضية الفلسطينية موقف يبرز في ظل تخاذل العديد من الأنظمة العربية تحت غطاء إرساء السلامة الضيان الخارجية الجزائرية الذي أعلن بعبارات واضحة رفضه لكل ما جاء فيما سمي صفقة ترامب وأعلن أنه لا يمكن أن يكون هناك حل القضية الفلسطينية بمنأة عن أصحابها وعن أهلها الأصليين هذا الموقف من الخارجية الجزائرية يعبر بكل وضاحة عن مواقف التاريخية الحازمة والحاسمة التي ساندت القضية الفلسطينية في الوقت الذي تصع فيه الجزائر إلى إعادة فرض نفسها كلعب أساسي فعال في الصحة السياسية الدولية تعاول العديد من الأطراف الفلسطينية على إجراءات ملموسة تقودها الجزائر من شأنها إرساء خطة سلام تحفظ للفلسطينيين حقوقهم نرجو أن تترجم هذه المواقف الحازمة والحاسمة على شكل إجراءات ميدانية تقودها أو جهود تقودها الدبلوماسية الجزائرية بالتعاون مع جبهة الرفض لهذا المشروع أو لهذه الصفقة والذي بدأ يتبلور في جملة من الدول منها دول أوروبية ومنها دول إسلامية رفضت كل ما جاء في هذه الصفقة لعل الجزائر تكون رائدة في الموقف العربي حقيقة في رفض هذه الصفقة بشكل واضح وبشكل صريح وأن يؤدي هذا إلى جهود مشتركة لإحباط كل ما جاء في هذا المشروع يبدو أن صفقة السلام المزعومة أيقظة الراكد الفلسطيني للمشم للإخوة الفرقاء وإنهاء الانقسام لمجبهة خطة تحمل في طياتها العديد من الملفات المبطنة والدعمة لسياسة تهويد المنطقة وجعل القدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني اشتركوا في القناة